اود ان اشكر جمهورية الصين الشعبية فهي الدولة الوحيدة التي تساعدنا والتي قدمت لنا هذه الامدادات الطبية لقد ارسلنا سبع طائرات نقل الى الصين وحسب المعلومات المعنية لدي فان الدفع الاولى من مجموعة الاختبار السريع قد وصلت الى تشيك في وقت سابق عندما كان الوضع الوبائي المحلي في الصين شديدا دعا رئيس ميلوش زيمان شخصيا جميع عوصات المجتمع التشيكي للمساهمة بالتبرعات وتم ارسال طائرات عسكرية لتقديم الامدادات الطبية الطارئة للصين هذا وصرح زيمان في خطابه يوم الخميس انه يؤيد سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تشيكية للوقاية من الوباء ومكافحته دعيا للشعب الى الاتحاد والعمل معا علما بان الحكومة تشيكية اعلنت تنفيذ حظر التجول يوم الاربعاء